حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرجي أن أبنى بحينة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما في الثنتين من الظهر نسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلى أن يصلي مسجد سجدتين ثم ختم بالتسليم حثنا سفيان عن الزهري عن الأعرجي عن أبنى بحينة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها العصر فقاما في الثانية لم يجلس فلما كان قبل أن يصلي مسجد سجدتين حثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا شعبة حدثني سعد بن إبراهيم حدثني حفص بن عاصمين عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعة الفجر وقد أقيمت الصلاة فلما قضى الصلاة لاث الناس به فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا حثنا يعقوب حدثنا أبن أخي ابن شيهاب عن عمه قال أخبرني عبد الرحمن بن هرمزة عن عبد الله ابن بحينة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل قرأ أحد منكم معي أنفا قالوا نعم قالا إني أقول مليء نازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة معه حين قال ذلك حثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمزة عن ابن بحينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح ابطيه حثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يقول احتاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل من طريق مكة على وسط رأسه وهو محرم حثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضرى عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلف الرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبيه حدثنا حفص بن عاصمين عن عبد الله بن مالك ابن بحينة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمه في الصلاة وهو يصلي الرجعتين قبل الفجر فقال له شيئا لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال قال ليوشكوا أحدكم أن يصلي الصبح أربعا حثنا عبد الرزاق أخبران معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانة عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي يطول صلاته أو نحو هذا بين يدي صلاة الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر قبلها وبعدها أجعلوا بينهما فصلا حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة وعن سعدي بن إبراهيم عن حفص بن عاصمين وغيره قال حجاج في حديثه قال سمعت حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن مالك ابن بحينة أن رجلا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى ركعتي الفجر فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثابه الناس فقال الصبح أربعا قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن ابن شيهاب عن عبد الرحمن الأعرجي عن عبد الله ابن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم حثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شيهاب أن عبد الرحمن ابن هرموز الأعرج أخبره عن عبد الله ابن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لهم ركعتين ثم قام ولم يقعد فيهما فقام الناس معه فلما صلى الركعتين الأخرين انتظر الناس تسليمه فكبر فسجد ثم كبر فسجد ثم سلم حثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شيهاب أيضا عن ابن بحينة الأسادي وقال ابن بكر الأسدي حليف بني عبد المطالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم يكبر في كل سجدة وسجدهما الناس معهما كان ما نسي من الجلوس حثنا ابراهيم بن أبي العباس حدثنا ابو ويسرن عن الزهري أن عبد الرحمن بن هرموز الأعرج مولى ربيعتا بن الحارثي بن عبد المطالب أخبره أنه سمع عبد الله أبن بحينة الأسدية أزد شنوئة وهو حليف بني عبد المطالب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام ولم يجلس بعد الركعتين فقام الناس معه فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم حرن عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله أبن بحينة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر أو العصر فلم يجلس فلما فرغ من صلاته قال سجد سجدتين قبل أن يسلم قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا محمد بن بكر أخبرنا أبن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن مالك أبن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الصبح وابن القشب يصلي فضرب النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقالا يا أبن القشب تصلي الصبح أربعا أو مرتين ابن جريج يشك ترجمة نانسي قنقر